الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة كل سنة وحضراتكم طيبين صباح الفل عليكم صباح الفل على كل المصريين اللي بيشوفون على شاشة تلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في أول أيام عيد الأطحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وانت طيب يا مصطفى يعني ما أجمل إن احنا نسمع تكبيرة العيد وإحنا موجودين وبنقدم صباح الخير للمشاهدين ده حقيقة جدا يعني أيام جميلة وأيام كلها خير ورحمة وبركة كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير وصحة وسلام وأمن وسعادة كل سنة والعالم العربي والإسلامي بكل خير كل سنة أهلنا في فلسطين الحبيبة بكل خير وزي ما قلوبنا معلقة في جبل عرفات يوم أمس والنهاردة في رمي الجمارات قلوبنا أيضا معلقة بالمسجد الأقصى وقلوبنا أيضا معلقة بأهلنا في قطاع غزة يا رب ينعم عليهم بالأمن والسكينة والسلام وإن شاء الله بعد عيد الأطحى تكون الهدنة بالفعل بدأت يعني تدخل في مسار جدي مع قوات الاحتلال يا رب نشوف أيام بعد العيد أفضل على الأمة العربية والإسلامية زي ما شفنا بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على جبل عرفات النهاردة الحجاج البالغ عددهم مليون وتمنمائة ألف حاج بيؤدوا نسك الخاص برمي الجمارات رمي جمرة العقبة في مشعر منه وهذا الرمي يظل وبعده يتوجه الحجاج إلى النحر ثم حلق الرؤوس وتبدأ زي ما احنا شايفين الأدوار الأربعة المخصصة لرمي الجمارات في نوع من أنواع السلاسة الحمد لله ما فيش أي مشاكل أمنية الناس كلها ذهبت بسلام وأمن وسكينة واطمئنان ضيوف الرحمن رموا جمرة العقبة دون أي تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة المخصصة لمنشأة الجمارات مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية في مكة المكرمة على تنظيم حركة الحجاج في ساحات رمي الجمارات على المداخل والمخارج المخصصة لهذا الأمر بالفعل احنا بعد الغروب شفنا الحجيج الذهبوا إلى المزدلف المزدلفة والنهاردة رمي الجمارات زي ما أنت قلت يا مصطفى كل سنة وكلنا بألف خير وطيبين وينعاد علينا وعلى أمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات طبعا معروف أن أيام عيد الأطحى وأيام التشريق الثلاثة هي أيام أكل وشرب وبتهال وتسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى وفرحة للمسلمين في كل مكان عشان كده ضروري أن احنا ندخل الفرحة والسرور على أسرتنا وعلى أهلنا وعلى الجران لازم ندي للأطفال كده العيدية بتاعتهم وما نقولش أنه عيد لحمة لأنه بقيت أسمع الموضوع ده كتير جدا الأطفال مش بتكتمل كده فرحتهم بالعيد غير بالعيدية وده معروف وده من السنن الجميلة للأعياد عندنا كمان بنشوف من المظاهر في العيد الجميلة جدا جدا أنه في صلاة العيد بنشوف الاحتفال بالأطفال بتزين المساجد بما يناسب الأطفال من بلالين وبتوزيع الحلوة على الأطفال زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي ويمكن أنقلنا صلاة العيد من شوية من مسجد السيدة زينب منذ قليل شايفين تزين المساجد أهو بالبلالين للأطفال أيام العيد هي أيام فرحة وأيام بهجة ونفرح فيها كلنا بنفرح فيها كلنا بنفرح بالحجاج واللي احنا بنشوفه من مناسك الحج وربنا يكتبها لنا كلنا طبعا وبنفرح حتى المقيمين بقى اللي ما بيحجوش يعني بيفرحوا بأيام العيد لأن هي فعلا أيام بركة وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى اللهم تقبل صالح الأعمال لنا كلنا يا رب يا رب على ذكر اللي قلتي يا فسانت المشهد بتاع الأطفال وهم بينتظروا البلالين وهي بتنزل من الساحات الخاصة المخصصة بصلاة العيد أنا بعتبر المشهد ده هو زروة الاحتفال بالعيد أنا بعتبر فرحة الأطفال أو ابتسامة الأطفال أو ضحكة الأطفال هي فرحة العيد إحنا بنشوف طبعا تجمع الناس في صلاة العيد وبنشوف قد إيه بيستنوا بعد الصلاة بتبقى خطبة العيد وأول ما بيتم فتح البلالين بتلاقي بقى الأطفال بيتحكوا وبيجروا وده بياخد بلونة وده بيعمل والله العظيم أنا بعتبر أن هذا المشهد هو مشهد العيد الحقيقي يعني بعتبر أن اللقطة دي هي اللقطة الحقيقية اللي بيتقال فيها أن ده عيد الدحكة ابتسامة الأطفال أيام العيد هي فرصة للجميع علشان يتجمع على مائدة واحدة على الأسرة وعلى المتخصمين أن هم يعودوا ويعودوا على مائدة واحدة على القطيع الأرحام أن هم يعودوا على مائدة واحدة أن هم يعيدوا على بعض بلاش بقى مكلمات بقى التليفون ولا رسائل الواتساب المعلبة اللي هي نفس الرسالة ولا لا إحنا نروح للناس أروح لأريبي وأروح لأخواتي وفرح الأطفال وفرح الناس كلها صلة الرحم أهم حاجة فيه الأعياد وفرحة الأطفال هي المشهد الرئيسي فيه أي عيد على الإطلاق ربنا يملى بيوتنا كلها بالبهجة والفرح والأمن والاطمئنان نعمة الأمن يا جماعة أهم نعمة في كل عيد ربنا يجعل مصر أمنة مطمئنة ورب يطمننا على أهلنا في فلسطين من مظاهر الجميلة اللي احنا شفناها السنة دي كمان هو مشاركة بعض وسائل التواصل الاجتماعي لبعض صور الحجيج وهم بيتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بمسألاتهم وابتدت الناس تشارك هذه الصور وتطلب من الناس الدعاء يعني أصحاب الصور دي ويسألوا الله سبحانه وتعالى أن يلبي لهم حاجاتهم السنة دي احنا في الحقيقة بنحتفل مع بعض كلنا على زي ما مصطفى قال لي ممكن بطريقة مختلفة السنة دي أنا لاحظت أن الناس تبتدت تبعت الرسائل مخصوص مش الرسائل اللي بقت معلبة الرسائل اللي بتبعت لكله لا الناس فعلا نبتدت تاخد موضوع مبركة العيد بطريقة شخصية أكتر تبتدنا أن احنا يعني نبارك لبعض ونعيد على بعض بطريقة شخصية أكتر هو زي ما انت قلت يعني لي عيد الأطحى لي كده جدول معين بنمشي عليه كلنا كل سنة وحضراتكم طايدين وبألف خير والنهاردة حلقتنا يعني مليئة بالأخبار اللي فيها بهجة والسرور ومرة تانية بنصبح عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر